ايه يا طهن تطل جاعدك دي الوحيد بجيه في حياتك مش انت حيل حيل انقطع واهدان وسندي انقصر الله يرحمك يا بوي وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير حنيته كان بتقويني على الشرور اللي حولي عندك حاجة عندك حاجة الاب دي نعمة كبيرة جوي مايحسش بيها غير اللي محرم منيها زينا احنا محرمنا من حاجات كتير بس كلكم ودينكم تاني الله يكسبك اسمعوا انا حقابل عمي طاهر نطب للموضوع عاضر يا كبير طاهر انت مالك يكده من يوم ما رجعت من بلدكم حصلت حاجة بشغلش بالك يا سيد الناس بيحكل لها حاجات بسيطة اه 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 انه دي ياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا مهاش ولا كان اللي يكتب نفسك يا ودخون بس انا عاتم عليك عتبان علي فيه هي تنقل البضاعة من المخازم من غير ما تدينينا خبر نفس اطرد عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازمي المهم فين بجيت البضاعة دي لونك البضاعة دي حجة هو ورسة من ابويا واخويا وفرض خط البضاعة يا سيد ياب تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة انما انت لو معانا هنزوجها لك هنزوجها لك هنزوجها لك ونحولها لك فلوسة لا كمان تستنتك وقت ازمتك برافو برافو عليك يا دي الله بس على شرط شرطية بتدوني حجي من البضاعة اللي بيعتوها ممانو حجك موجود خمسين في المئة من تمن البيعة تاخدهم على داير مليهم خمسين في المئة والبضاعة كلها ملكي وانسيب تمن التسويج إياك خمسين في المئة تمن التسويج وهي سهل يا دياب دي مخاطرة واعلى جوي وانت عارف والأولانة كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان دا اخر كلام ايو دا اخر كلام يا دياب يا مطاش ولما هشبكش روح دور على حد غيرنا يسواكها لك بس خلي بالك ليلي هفهم منيك وانت هربان من الحكومة ومش داري بحاجة هاجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضب نصيبك بدل ما تقولش حاجة وما تنساش وضعك دلوقيت لازم انتعرف يا دياب انك هربان من حكم الأعدام وما انتشعر نفسك يعني لو جزفت في لحظة ممكن ينجبد عليك وتخسر كل حاجة ها قلت ايه ماشا يعني موافق طاهر المستهي سيكون حلقة الواصل بينكم سيقولكم على كل حاجة وتدوني حقا بعد كل عملية اتفقنا يا ودخول اتفقنا اتفقنا يا عم اتفقنا يا عم و جايلك يا أطالي جنرال عايزك تقول لي يا رعك في الصورة دي إيه يا ابن الجنية ده شبه الخلق الناطق يا شبهك؟ يعني مش أنت؟ قولني هذا دولار وأنت تعرف ترسم أي حاجة أو أي حد كده؟ أم أعرف أرسم أي حاجة أو أي حد بس على شرط يكون الحاجة اللي بحبها والبناة ده من اللي بحبها أنا، خال؟ تصدق؟ فنان أنا مرد ببقى يسلم لينا بيها حبيبة جونة إيه ده؟ شبتنك الحاجة اللي بحبها والبناة ده من اللي بحبها ولو كبرت وبجيت شبه ابوك يا واد يا منصور أحلمت يا واد كده يا واد ما تطلعش شبه أمك؟ أنا زعلانة منك يا منصور مش تبدي شبه أمك؟ ادخل صباح الخير يا أمو منصور صباح الخير يا منصور صباح الخير يا منصور يسعد صباحك يا واد طهر في المندرة تحت وعاوزي جابلك طب خليكي معا منصور وعدت تشاجع عبات ما تجيلك ها؟ صباح الخير يا أمو منصور يسعد صباحك يا طاح بروع عليك إنك ما عوقتش علي هو نقدر ده إحنا عندنا حاجات يامه ولازم نوفيه يا مساحي يا رب بقول إيه المفاتيحها روح أنت وما تعوقش علي هو أنت مش جاي معاي؟ مش هينفع الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع سايب وهو يجي معاك روح أنت الدرق أمان يعني هو أنت واسقة فيها للدرجات دي؟ طبعا يا طهر أمو إيه؟ ده كفاية وقفتك معاي الفترة اللي فات كانت وقفة راجل صح خدامك يا أمو الغالي تعيش يا طهر طب طب أنت مش عايزة مني أي خدمة؟ لا بس روح بسرعة وتعالى اديني المفاتيح وخلي بالك على نفسيك قلوا على الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين؟ أنت حسام الهلالي؟ أي أنا حسام الهلالي أنت مين؟ أنت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قابلك دي لكن أنا عارفهاك كويس جوي ومش هاهدى ولا يهنني باش برا ما أخد بتعري منيك إيه ده أصلا؟ دراسة أنت وأنا عرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف أنا مين؟ أنا حكمة لاي لاي إلا الله حصل لنا الرعب يا ستة حكمة ممكن أعرف بقى حكمة مين؟ مرة دياب البطاش اللي جبطت عليه وقتلت أبوه وإخوه وقتلت معاه أخوه المحروس وحركت جلبي عليه أنا قمت بواجبي جوزك وأهلك هم اللي غلطانين بدل ما تجيت لهمين يا ستة حكمة روح يلومي عليهم إنه هم مشوا غلط عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط بس أنا هصحح الغلط دي وجري بجوي الله 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 ده أنت إيه جاية فردة قلوعي بقى وبتهدديني لا أنا جاية برد ناري واتشافة فيك حد ما يقوني الأوان واخد التاري من الليك وريحهم في جبرهم جوزك غادر بيا وضربني في دهري وإنت بسلامتك جاية تهدديني النهاردة يا سلام ده أنتو عيلة بكحة بجاحة واضح إن الخيانة والوساخة والجبن مقصلين في عيلتكو حتى النسوان اسمعوا ستة أنت فأنا لما جيت أواجهكو جيتني مشوكو ملفتش زي الحية وجيتني انظهركو علشان أنا على حق وانتو على باطل قبل حكمة الزيارة انتهت عشرين عشرين ثلاثين خمسين أنا أكيد بأحلم معجول أنا باحتكم على خمسين ألف جنيه أنا مش مصدق نفسي الله يرحمك يا أبا لو كنت شفت المبلغ ده كنت مد تاني اتدفوا جنب بعضيكو اتدفوا ربنا يخلي لنا سيمنصور الصغير اللي قدم و قدم الساعد وهيخلينا نعوم على وش الفتى ولعلي يا يا عزميلي ومالو فيه مصلحة تعد فيها معايا ما عد ما عدش ليه ارغي المعالة مبلغاً بيصبح عليك وبيقولك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه وانا ايه المصلحة اللي هتقود علي عشر تلاف جند نصهم فاول عملية والنص التاني بعد ما تخلص وده مين ده بقى اللي امه هتلبس علي اسود بالصلاة عن نبي حسام الهلالي حلو خير ان شاء الله تعرفوا هل ايه ايه اللي اعرفوا ده اعز اعز قعد قائم حلوة ده يا صاحبي سلام والله وقعت على حجر يا حضرة الصالة اتوحشتك جوي 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 يا سيديام وانا كمان اتوحشتك اه يا وطار الله يرحمك يا بوي كان نفسه يشوف ولدي وهو راه ما شفش ولدي حجك علي يا منصور سمحني يا ولدي سيبتك من الا ضهر ولا سند ما تجلكش يا سيديام انا ضهر وسند حد ما ربنا يليم شاملنا من تاني جده وبدور يا حقا وعشان تعرف اني جده وانك تجوزت مرة بمية راجل انا كلمت ابو لغم عشان ميك تلود الهلالي وروحت له وتشمدت فيه كمان روحت المين ود الهلالي ايه اللي خلاك تأملك دي كيف تروح يلي وتخليه يعرف شكلك وفصلك وصلك غصب عني يا سيديام نارة تاركت جيدة جواي ما فشيتش غلي بل لما روحت له في حبسته وتشمدت فيه كمان وبعدين ما يعرف شكلي ما هو ميت ميت اللي عملتيه دي اكبر غلط وكفايل حدك دي يعني يعني تطع برا الموضوع ده تاري وانا اللي كافي لاخده واح تنسيته انه قتل محروس اخوي يعني تار انا كمان ولا يمكن اهم الواصف كفايل حدك دي ووعاكي اسمع انك هوبت نحيته تالي فاهمة ولا لا فاهمة فاهمة يا سيديام الا بالحق انا جبتلك نصيبك من الاراضة البضاعة الله يرحم اللي راح هو الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوك دي قبل سابك انسى انسى يا سيديام المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح وصح انت تلك بتحب ستاشر واحدة عريان فوقت واحد نصف الحب يعني لا مش قوي يعني بس في المهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت فاهمة بس اخي اعملتلك ايه انا اه؟ اعملتلك ايه؟ حتطيرك من هاري ماكي انا لو عايز اتباحك دلوقتي هاتباحك بس انا مش واسخ زينك ايه دا ايه دا فيه ايه؟ انتو لتين حبس انتراضي عشان تبطلوا وتخلوا مع بعض يلا خدوا يلا يلا خلاص مش عايز ولا كلمة ايه وادي يا سيدي السندوق اللي اتفاجنا عليها تعيش يا ريس طاهر شوف بطاعتك قبل ما تمشي ايه يا ريس اتضار امان ويعني انت اتروح فين؟ طيب يعني ايه طالما اتضار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك ايه؟ تسلم وتعيش سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته الف سلامة كده حلوة عالاخر كل سندوق ابيعه اسلق منه حتتين سلاح وابيعهم لحسابي ولا من شاف ولا من ديري حشتين انت كمان وحشتين بقيت احب الحبس الانفراضي عشان بشوفك هساب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة